تكون الأستاذة نغموا بتسأل عن قوله تعالى قل كل من عند الله المعنى إنه الجميع كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره يعني وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب نفسك إن هي تتسبب أو إن هي فقد تسببت للإنسان في اكتساب بعض السيئات فصارت هذه من عمل الإنسان كل حاجة مقدرة والله سبحانه وتعالى وضع القوانين في الكون ونظم هذا الكون وهناك سنن في هذا الكون فيعرف الإنسان إنه كل حاجة بتصيبه بقدر الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره وعلمه وحكمته جل جلال الله وطبعا للآية كان لها السياق أو لها مما قيل فيها في أسباب نزلها إن البعض من اللي دخلوا الإيمان لما كانت تصبهم غنائم ومش عارف إيه فيقولك أو تصبهم خيرات الدنيا من ازدياد الثوراء الثروات يقولوا إيه ده من عند الله ولو جت لهم سيئة وبعد كده يقولوا لا ده من عندك أنت يا محمد بسبب أن احنا اتبعنا دينك فده خلل إنه بنوا قضية الاعتقاد والإيمان على المنع أو العطاء والإيمان أعمق وأكبر من ذلك بكثير لأن العطاء امتحان والمنع امتحان فلابد الإنسان يعلم هذه المسائل الدقيقة في الاعتقاد المسألة التانية اللي حريك بتتكلمي عنها بتقولي أن ربنا كل حاجة كتبها وكل شيء مقدر ومكتوب فإيه فيدت أن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة عظيمة وكبيرة ومطلوبة ولابد الإنسان أنه يعلم أنه من الإرادة الحرة اللي ربنا ادهاله أنه يقدر الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى إذا ما أصابه ويقدر ما يدعيش هل معرفة أو هل علم الله سبحانه وتعالى بما يخرج منا أو بما يكون من الإنسان معنى إلزام الإنسان على أنه يقوم بالحاجات دي في دائرة افعل ولا تفعل يعني لو إن إنسان مقدر إنه حيمر بمشكلة كبيرة وامتحان كبير حيمر بالامتحان ده اتنين من الناس واحد أول ما تصيبه الشدة دي يتوجه إلى الله بالدعاء ومكتوب في القدر إن فلان ده لما لأنه ربنا عالم كل حاجة من قبل ما تحصر يعلم سبحانه وتعالى وهو الخالق إنه فلان ده لما هيتعرض للمحنة الشديدة دي يتوجه إلى الله بخالص الدعاء ويكون الدعاء ده سبب في إنه رفع القضاء أو لطف الله فيه وآخر مكتوب ومعلوم أزلا بعلم الله القديم إن فلان الآخر ده لما يمر بالمشكلة الكبيرة يتزمر ويتضجر ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ويتأفف ويأس من روح الله فبتحصل للإنسان مشكلات بسبب إنه لم يستقبل القضاء أو لم يستقبل هذا الأمر بما يجب أن يكون استقبال الإنسان المؤمن من إنه يعلم إنه كل حاجة خير حتى الشيء اللي أنا شايفه إنه صعب بس بقى أكون عندي أدب في التعامل مع مجريات الأمر اللي قدر علي إنه نعيشه من تصريف القدر اللي أنا بعيشه فمعلوم أزلا إن سين ده حيكون منه التصرف الحسن ويكتب له فك كربو بفضل دعائه والآخر يطول عليه الأنبي صاب بسوء أدبه فالعلم ده مكتوب بناء على معرفة الله تعالى بما سيكون منه لأنه هو اللي منحنا حرية الاختيار والفعل في دائرة افعل ولا تفعل لأن الله سبحانه وتعالى عدل جل جلال الله يعلم ما هو كائن وما كان وما هو كائن وما سيكون الحياة بتعتنا في الدنيا لإقامة الحج علينا والله تعالى بنا جميعا وبكل شيء عليم جل جلال الله بالعكس أنا لما أسارع وأدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله من خير الدنيا والآخرة وأسأله أن يلطف بي وأسأله أن يخفف عني وأسأله أن يصرف عني السوء كل ده معلوم أزلا أن فلانا دي الست نغم هتمر بالمشكلة دي حتى وفي غير المشكلات هي من أهل الدعاء وأنها هتمر الده وتدعي فيكتب لها معلوم أزلا أن ده حيكون منها فبسبب حسن صنيع عملك من هذا العمل الصالح بالتوجه إلى الله بالدعاء يكتب لك الفرج يا صاحبة السؤال الأستاذ نغم شكراً لك